وينضم معنا من إسطنبول ماجد عزام الكاتب والصحفي الفلسطيني أهلا ومرحبا بك أستاذ ماجد بداية كيف تقرؤون اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وواحدا وعشرين فلسطينيا بحملة دهم واعتقال في القدس بعد يوم من إبعاد رئيس مجلس الأوقاف في القدس عبد العظيم سلهب ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات يعني أولا المسأل خير لحضرتك أستاذ المتاهدين الاعتقالات تأتي في السياق الرد الإسرائيلي على نجاح المواطنين الفلسطينيين في سفح بررحمة تابعة الصلاة في الجمعة الماضية يعني يمكن القول أن الاعتقالات في السياق العام جزء من قمع المقدسيين ومنحهم من التصدي للاحتلال الإسرائيلي والسياسات التهودي والسلطانية لكن تحديدا هو رد على ما جرى الجمعة الماضية وفي الأيام الماضية واستراق لما سيجري هذه الجمعة أو الجمعة القادمة إن شاء الله هناك محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع في الأقصى إغلاق باب الرحمة وصولا إلى التقطيم الزماني والمكاني وهو أدف أساسي للنخبة والطبقة الإسرائيلية والحكومة الأكثر تطرفة لأن كل حكومة تأتي أكثر تطرفة من التي قبلها هناك تصدي هناك ثمود من قبل السلسطينيين من قبل المقدسيين على اختلاف انتماءاتهم هناك ثمود كبير وهناك قيادة لهذا الثمود صحيح غير كياسية لكن لا يمكن فصل المقاومة والمواجهة أو الثمود عن استياق السياسي العام لحق الشعب السلسطيني في مقاومة الاحتلال هناك محاولة الاعتقال قادة هذا الحراف قادة هذه المواجهة في الأقصى قادة هذه المقاومة في الأقصى ثم هناك محاولة لردع آخرين من الانضمام إلى الحراك أو المواجهة أو المقاومة سوى في مستوى القيادة أو في مستوى التصدي الميداني وكما قلت هناك محاولة أيضا لفرض منع أي مقاومة فلسطينية من التصدي للمحاولات الإسرائيلية لعادة غلق باب الرحمة سواء في هذه الساعة أو الجمعة القادمة قضية مصلى باب الرحمة وفتحه للصلاة أمام المقدسين إلى أي مدى أسهمت هذه القضية في إغضاب الكيان الصهيوني هي ساعمت بشكل مباشر في إغضابهم تحديدا في هذا الوقت وقت الانتخابات يعني هي ساعمت في إغضابهم لأنه كسر للأمر الواقع يعني الفلسطينيين كسروا الأمر الواقع الذي تحاول سلطة الاحتلال فرضه أمر واقع منذ 2003 لأن هناك عادة افتتاح لباب الرحمة والأمر لا خلق في هذا الوقت هناك تصابق من قبل المتطرفين في الحكومة وفي الساحة السياسية لنيل رضا الجمهور الإسرائيل الذي ينزح إلى اليمين دورة بعد دورة رأينا التضييق على الأسراف في السجور رأينا ما يجري في الضفة الغربية ورأينا ما يجري في القدس يعني الرد هو جزء من التطرف المتزايد في الساحة الإسرائيلية قبل الانتخابات لكن أنا أعتقد أن ما جرى في براء الرحمة هو مهم جدا خصوصا بعد كسر أيضا القرار الإسرائيل العام الماضي في وضع بوابات إلكترونية على الحرم المقدس الشريف هو أساسا من الصراع على القدس على اعتابه وقال أنه سيتم طريح صفقة القرن وستكون السيطرة على الحرم للإسرائيليين سيتم تفكيل إدارة إسلامية أخرى للإشراف على الحرم تحت السيطرة الإسرائيلية أعتقد أننا نحن أمام لا كبيرا للخطوات الإسرائيلية وحتى لصفقة القرن بمنحة السباك هل نحن الآن أمام معركة كسر عظام بين المقدسين والصحيين لا سيما مع تزايد الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى يعني أنا أعتقد رغم كل ما جرى في غزة أعتقد أن الصقف أو أنه ما يجري على الحدود ممكن احتماله حتى في الضفة الغربية رغم العمليات السردية وفي الفترة الأخيرة عنوان الصمود المواجهة هو القدس ونحن أمام معركة مستمرة منذ سنوات لكن تصاعدت في الفترة الأخيرة بعد الشعور الإسرائيلي أنهم فرضوا أمر واقع وأن الأمر الواقع مريح لهم سواء في غزة أو في بقية الضفة وأنهم يتفرغوا لفرض الاستسلام على الفلسطينيين في القدس هذا لم يحصل ولن يحصل الآن طبعا نقل الصفال الأمريكي إلى القدس ثم الحديث عن صفقة القرن ليؤجج الوضع يصب مزيد من الزيت على النار والآن يتم الحديث عن صفقة القرن وإبقاء الحرم بهذا الاحتلال الإسرائيلي كل هذه العوامل تساهم في رفع وطيرة التوتر لكن واضح أن الفلسطينيين مصررين هذا حق فلسطيني وحق المقاومة ويتم بشكل متعارف عليه هذه مقاومة شعبية سلمية تنال تأييد كبير الشارع الفلسطيني وتنال تأييد وتفاهم عرابي ودولي الكاتب والصحف الفلسطيني الأستاذ ماجد عزام كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف شكرا جزيلا لك